أعلنت وزارة الداخلية منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وأوضحت الداخلية أنه تم تصريح بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل على أن تحتسب هذه الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقاررة للنزلاء يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة داويهم مختلفة المناسبات